إطفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة قرار سارعت الولايات المتحدة أقوى حلفاء إسرائيل إلى رفضه رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكين أصدر بياناً اعتبر فيه أن من شأن هذه الخطوة تأجيج التوتر مع الفلسطينيين وتقويض حل الدولتين وعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية ليؤكد الرفض الأمريكي كما قال وزير الخارجية بلينكين أن أي شيء يبعدنا عن رؤية دولتين يضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل ويضر بهويتها باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية المستوطنات المزروعة في الضفة الغربية المحتلة مصدر خلاف بين تل أبيب وواشنطن أقل بقليل من نصف مليون مستوطن يعيشون في بؤر لا يعترف بها القانون الدولي لكن بن يمين نتنياهو الذي يرأس حكومة يفاخر بعض وزرائها بتطرفهم يصر على المضي قدما بخطوات لا تراعي القانون الدولي ولا تأبه بحقوق الفلسطينيين مكتبه أعلن في بيان عن القرار مشيرا إلى الضفة الغربية المحتلة باسمها التوراتي ردا على الهجمات الإرهابية الدموية في القدس قرر مجلس الوزراء السياسي والأمني بالإجماع إطفاء الشرعية على تسع مستوطنات في يهودا والسامرة العام الحالي كان داميا على الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء حيث قتل في أعمال العنف والمواجهات أكثر من خمسة وأربعين فلسطينيا وتسعة إسرائيليين ويسعى بن يمين نتنياهو إلى التقدم بمشروع قانون لنزع الجنسية الإسرائيلية أو قطاقة الإقامة في القدس عن الفلسطينيين الذين تثبت مشاركتهم في أعمال عنف